موسيقى اهلا بكم الى هذا المجازة الاخباري في المستهل قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ان الاحتلالة الصهيونية ارتكب عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة رحى ضحيتها سبعة وتسعون شهيدا ومائة وثلاثة وعشرون جريحا وزارة الصحة وفي بيان لها ثلاثة اعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع الى ثلاثين الفا وستمائة ووحد وثلاثين شهيدا واكثر من اثنين وسبعين الف جريح منذ سبع من اكتوبر الماضي مشيرة الى ان عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصولة وقمية الاسعاف والدفاع المدني اليهم انتهت الثلاثة محادثات القاهرة بين حركات المقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس ووسطى دون التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة وفق ما نقلته وكالة رويترز للانباء المصدر ذاته اضاف ان القياد في حماس باسم نعيم قال ان الحركة قدمت مقترحها بشاني اتفاق لوقف اطلاق النار للوسطى خلال يومين من المحادثات وتنتظر ردا من الاحتلال الذي غاب عن هذه الجولة واضف نعيم وفق رويترز ان رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو لا يريد اتفاقا والكرة في ملعب الامريكان للضغط عليه من اجل توصل الى اتفاق على اخذ تعبيره اجرى وزير الخارجية الجزائرية احمد عطاف بجد لقاء ثنائيا مع الوزير المكلف بتسيير اعمال وزارة الخارجية وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الطهر البعور بيان للخارجية الجزائرية وضحنا اللقاء الذي جرى قبيل مشاركة الوزير عطاف في الاجتماعي الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول العضاء لمنظمة التعاون الاسلامي تبادل خلاله وطرفان وجهة النظر حول اشغال هذه الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة تطورات حرب الابادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني وبحث السبل الكفيلة بتمكين منظمة التعاون الاسلامي من تكثيف مساعيها في سبيل وقف العدوان الاسرائيلي كما سمح اللقاء كذلك بحسب المصدر ذاته باستعراض علاقات التعاون والأخوة بين الجزائر وليبيا ودراسة أفق توطيدها في السياق الاستحقاقات الثنائية المقبلة لسيما من خلال تجسيد المشاريع التي تنمي إلى تعزيز التواصل بين الشعبين والبلدين الشقيقين كما تبادل أطرفان الرؤى بخصوصي الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الليبية وأكد على ضرورة تعزيز التنسيق البيني على مستوى المنظمات الإقليمية والقرية كما أجرى وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف محادثات ثنائية معنى برئيس الوزراء الخارجية الكزاخستانية مراد نورتلو وحسب الخارجية الجزائرية فقد سمح اللقاء بمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار العدوان على قطع غزة إضافة إلى دراسة صبولي الدافع نحو استجابة مشتركة وقوية من قبل منظمة تعاون الإسلام لمواجهة الفضائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين المصدر ذاته ضافن طرفين بحث أفاق توطيد العلاقات الثنائية في سياق أعداد الإطار القانوني الكفيل بإنشاء لجنة جال أعمال في المستقبل القريب واتفق على تعزيز التنسيق بين وفود البلدين في المحافل الدولية والإقلامية أجرى رئيس الجزائرية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع نظره الموريتاني محمد والد الشيخ الغزواني جدد له فيها تهنيه بانضمام بلاده لمنتدى دول المصدرة ليلغاز كما أعرب عن شكره للحضور الموريتاني المميز في أشغال القمة السابعة وفق ما أرده بيان للرئاسة الجزائرية المظل ذاته أضاف أن الرئيس تبون أطلع نظره الموريتاني على لقاء المغاربي الثلاثي الذي جمع رؤساء كل من الجزائر وتونس وليبيا عقب القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي احتضنته الجزائر كما بحث الرئيس تبون مع نظره الموريتاني الرئيس الحالي لإتحاد الإفريقي مسائل وقضايا راهنة ذات بعض إفريقية إذن بهذا مشاهدين نسأل إلى ختام الموجز الإخبارين نشكركم مع المتابعة في أمان الله